ما حكم بناء المسلمين الكنائس للنصارى من باب التقارب بين الأديان والتعارف سألو الله العافية ما يجوز هذا ما يجوز أن تبنى الكنائس في بلاد المسلمين لكن المسلمون إذ استولوا على بلاد فيها كنائس وعاهدوهم عاهدوا النصارى أو اليهود تبقى كنائسهم لكن ما يمكنون أن يحدثوا كنائس جديدة إنما الموجود منها فقط الموجود منها فقط وموجب العهد الذي بينهم لا يجوز المسلمين أن يبنوا كنائس للنصارى ولا يجوز لهم أن يمكنوا النصارى من إحداث كنائس في بلاد المسلمين هذا في البلاد غير جزيرة العرب أما جزيرة العرب فلا يؤذن فيها ببقاء كنائس ولا غيرها لأنها مصدر الدعوة مصدر الإسلام قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينا بسجرة العرب ما يجوز يبقى فيها كنائس ولا دين غير دين الإسلام لا ترجمة نانسي قنقر